دعت الولايات المتحدة إلى تنفيذ هدنة في قطاع غزة لإخراج المحتجزين من القطاع يأتي ذلك فيما أعلن ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية دولية قادت العالم للضغط في سبيل وقف إطلاق النار في غزة لسماح بإيصال المساعدات الإنسانية تطورات متلاحقة تشهدها الأوضاع في قطاع غزة مع مطالبة العديد من الدول والمنظمات العالمية بتنفيذ هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات الكافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع البيت الأبيض دعا إلى إقامة الهدنة الإنسانية في غزة متوقعا أن تستمر لساعات أو أيام مضيفا أن الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج المحتجزين من جانبه طالب رئيس الوزراء الكندية جاستن ترودو بهدنة إنسانية كبيرة في غزة للسماح بالإفراج عن جميع المحتجزين وتوصيل المساعدات الإنسانية كما أكد الأمين العام لحلف الناتو يانسي سترونبيرغا أن الدول الأعضاء في الحلف تؤيد هدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي العاصمة اليابانية توكيو أعلنت مجموعة السابع توافقها على دعم هدنة مؤقتة وممر إنسانية لتسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة وفي تصريحات له عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السابع في توكيو شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على أن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليا وزير الخارجية الأمريكي أعبر عن رأيه في أنه لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة لأن هذا يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر كما أنه في الوقت نفسه لا يمكن لإسرائيل أن تحتل غزة مبديا رفض بلاده أي محاولات للإجلاء القصري للفلسطينيين من قطاع غزة حتى بعد انتهاء التصعيد الحالي في القطاع في نفس السياق حس اتلاف من سلاسة عشر مجموعة إغاسية من بينها منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وأكسفام حس قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد شهر على اندلاع العدوان يأتي هذا في حين أن الموت والدمار يحيطان بالفلسطينيين من كل صوب وحدب كما يعانون من نقص كبير وبخاصة في الماء والمواد الغذائية والأدوية بينما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج إلى الوقود